توطر جديد تشهده العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة مع اقتراب تولي الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن لمنصبه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ وصف الولايات المتحدة بانها العدوة الاكبر لبلاده وانها اكبر عقبة امام ثورتها مشددا على ان السياسة الامريكية حيال بلاده لن تتغير بغض النظر عن الرئيس الجديد وفي تصعيد اخر اكد كيم على ان بيونغ يونغ اكملت خططها للتزود بغواصة تعمل بالطاقة النووية مضيفا ان على بلاده مواصلة تطوير التكنولوجيا النووية يأتي هذا قبل اسبوعين من تولي الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن منصبه حيث تعتبره كوريا الشمالية احد اعدائها بسبب دوره في ادارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما حيث تم اقرار مبدأ الصبر الاستراتيجي والذي يهدف الى رفض اي حوار بين واشنطن وبيونغ يانج ما لم يقدم النظام الكوري الشمالي تنازلات اولى وخلال عهد الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سعت واشنطن الى اجراء محادثات مع كوريا الشمالية لكنها توقفت عندما فشلت قمة هانوي بين ترامب وكيم في اقناع بيونغ يانج بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل تخفيف العقوبات ترجمة نانسي قنقر